فيبتل الإنسان بالشهوات والميل إلى المحرمات ويصبح عابداً ذليلاً تسوقه نفسه الأمارة بالسوء فيقع في العطب ويقع في المنكرات ثم يتمنى أن يتخلص منها ولكن المعاصي لها أثر في قلوب فتقيدها وتكبلها ويستمر الإنسان يتنقل فيها من معصية إلى أخرى ومن صغيرة إلى أكبر وهكذا يتدرج به الشيطان في خطواته قال تعالى يا نساء النبي لست لك أحد من النساء وهنا أفضل النساء وأمهاتنا رضي الله عنهن وحاشاهن إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فخضوع المرأة في صوتها وخروجها للرجل في زينتها يؤدي إلى أن يبتلى عياذاً بالله هذا المريض في قلبه إلى أن يطمع فيها إذا كان مصاباً بهذا المرض وهو مرض الشهوة وشفاؤه من ذلك خوفه من ربه ومراقبته له واستقامته على دينه وذلك يكون بتلاوة كتاب الله عز وجل